شايفين اخوان دي كمرة ازاي واختان كله انزعلانين من بعض اذا بدك ابن عمك يجيب لك قطاع الدهب فتبخيلو كبسي على هالطريعة بس هو رح يطلب منك طلب تاني او ثالث هلا وخبرك في اليوم بعد شوي شوفو لي عالشوفي اهلين وزهلين ومائة مرحبتين بالمشاهدين والمشاهدات المشاهدين تابعوا معنا الفيديو والمشاهدات ركزوا معنا بشأن نضمن الهدية اخواتي ها هي مقادرنا هون عندي فخار فروج انا اخدتهم تقديريا شي كفو ممكن نزود اكتر ممكن ناخد فروج كامل مثل ما بتحبوه اختياري وعندي كيس رز كبسة بتعرفوا كيس الرز في كبسة بجي 900 جرام وعندي معلقة كبيرة بهارات كبسة ومعلقة كبيرة بهار مشكل ومعلقة كبيرة مليانة ملح وهون عندي كمقارن فليفلي احمر على اخضر اختياري وعندي حبة بنادورا مقشرة ومفرومة ناعل لما انه الدنيا صيف لو شتم نستعمل دبس بنادورا وهون عندي بهارات خشنة عود قرفة ورقتين غار ثلاث حبات لومي وفيه عندي قرنفل خمس حبات قرنفل واربع خمس حبات هالة وعندي بصلي مفرومة ناعلة وعندي لازم مؤشر بس بالدوء تقليق وفيكن تحطوا كاجو وفيكن تمشوها بدون شيء ورح يلزمني زيت وبعض المكونات لتحمير الفروج الآن نتويل على بريد التحضير نشغل نار وسط ونضع طنجرة انا استعمل طنجرة واسعة لان ارتاح بالشغل بضيف شوية زيت تقريبا ربع كوب او اكتر شوي الآن اخواتي باننزل عليها البصلين ورشة ملح صغيرة الآن بعملها تقليبة على السريع بطر ده بها بالشكل الآن بشيل ورقة الغار بنزل البهارات الخشمية وقلبها بتعليبتين مع بعض لوقت تجبل بصل شوية الآن اخواتي بنزل البهارات الكبسة والبهارات المشكلة متل ما بتعرفوا البهارات الكبسة في منها نوعين عدوا حلو استعملوا الفيتكون يا اختياري الآن اخواتي بنزل الفلفلة بس اقلبتها قلبتين معهم با ارجع اسحابك هاي الفلفلة بنرجع نسبع الصحن دواتي جي دورة الآن بنزل عليهم البنادورة انتو متحاينين الروايح اللي صارت تطلع انتو متحاينين الروايح اللي صارت تطلع انتو متحاين عرفتوا ليش انا استعملت فنجرة كبيرة مشان هاي المرحلة يعني هيك ويا دو اللي بتركوا دايتين على هالطرف دايتين على هالطرف بعدين بننزل عليهم مي خليهم هيك يشربوا مصبوط يا السلام يا السلام هلا اخواتي نزل محضر مي سخنة انا حاليا مشغل عليها وهي المي السخنة هلا بضيف عليها مي سخنة بسم الله والله اخواتي هنزل عليهم مرأة الغار والملح وبغطي عليهم الخنجرة لو وقت ما يستوي الفروج بهالوقت بدي اغسل الرز وانقعه طبعا متعرفوا الرز الكبسة نغسله مرتين ثلاثة بعدين ننقعه مي سخنة او دافية دافية افضل وبعدين ننقعه البشرة القهوة لو وقت ما يستوي الفروج برجع لكم وهلا اخواتي الفروج استوى تركته انا حوالي عشرين دقيقة وحملت الفرن بس من فوق هلا الفرن تقريبا حيمي هلا بسحب الفروج على صنية فرن هنا عيني هنا عيني هنا عيني وهي سحب الفروج هلا بدي اسحب الفعرات الحشنية اعترفوا دولي انه يطلعوا بوقت الاكل ما يجب عليها الوي مرة طعمتوا هاي الاكلة الواحد تركي هلا كل ما بتصل فيني بقول لي فيه يا مك انها بتعمل الاكل بقول لي فيه كبسة بقول لي لا ما فيه كبسة الاخر مفكرنا ان احنا كل يوم نطبح كبسة هلا اخوتي بطب الرز هلا بطب الرز ما نشوف اذا بده ما يمنزد له نسوي بهد الشكل مش هنشوف مقدار المي عليه مناسب يعني تقريبا المي غملة الرز مناسب ايك هلا بنزل عليهم اللي بخيفة اختياري بتكون ضيفوة بتكون مضيفوة سيعني حطها في بالك تعمي كبسة ونزلتي ع السوق ارنين ثلاثة خضر ارنين ثلاثة حمر ومشي الحال الى هون المي صارت تغلي اشاغلناها خفيفة شمعة راح انا قول الطنجرة بقطية وبتركة هلا بنحمر الفروج شايفين اخواتي اوان عندي معلقة لبان كبيرة ومعلقة الدبس فلفلا كبيرة بنزلو مع بعض وصب عليهم شوية زيت زيتون او نباتي مثل ما بتحبوه بقلبه مع بعض بدهن فيهن فخود هيك اوامهن كويس بدهن فيهن فخود لا باذن الله راح تاكلوا فروج مشوي شايفين اخواتي هالشكل بندهنوا وندخلوا على الفرن محني بس من فوق الوقت ما يتحمروا شايفين اخواتي هاي اللي بهاد هاد الشكل هلا بضخنوا على الفرن ما بحطنوا على الرف الوسط فوق الوسط مشان ما يطولوا كتير معي و هلا اخواتي امورنا كلها تمام هاي الرز جاهز والفروج عندي جاهز واللوس جاهز بس لانه الرز استعوا قبل الفروج و هوبطيته مشان ما يبرد يبقى السخن هلا منشوف انها يجي هان بسحب الفلفل فلفلين كيس نازلة وهدا هو المطلوب هاي اللبن جائز و همشي تلج اذا ما فيه تلج مبوز انا ما بزوط معي شايفين اخواتي شايفين اخواتي كله ازاي واختار كله انزعلاني من بعض اخواتي انا ملح اسكوب الرز كله نصه طريبا سيكا انا ما ناخد الفلفلين ففتها اتاير هاي اللوز و ازاي عشوية اللوز شوفوا لي اخواتي شوفوا لي اخواتي من البحث خلا بناخد خمواتي اتناعناها هم طعم بادي الشكل هم طعم بادي الشكل و هاي حبيت البنادورا القشارتة بادي الشكل عملت منها هاي بادي طالت الامور كمان و بنصب كاسة لبن بادي الشكل همشي اللوز والا نشوف النتيجة بسم الله هم هم و هاي شوف كده بادي والله شي ناهي شي ناهي شي فاخر الله اخواتي اطلق منكم طلب الوصفة الجاي بتكونيانا طبخ والله حلويات كتبونا بتعليقات من بعد اذن كل و لا تنسوا الاشتراك في القناة فتعيز زر الجرس والسلام عليكم